اشتركوا في القناة وابا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه طبعا تعلمون عزائي أن الإمام صلوات الله عليه كان قمة في كل شيء قمة في التواضع والأخلاق والعطف والصبر والإخاء وغيرها من الصفات الأخرى واليوم نحاول أن نرتعى في روضة جديدة غناء من رياض الإمام الصادق عليه السلام ألا وهو عبادته عبادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهنا توجد بحار من الروايات والأحاديث والألطاف الكثيرة التي ترويها لنا الكتب التاريخية في تجسيد عبادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي يقول حفص بن غياث رأيت أبا عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام يتخلل بساتين الكوفة يعني يسير بين بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة من النخلات يقول فتوضأ الإمام ثم ركع ثم سجد ثم سجد فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة وهو ساجد يسبح الله تبارك وتعالى في سجوده خمسمائة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في سجدة واحدة هذا ما يرويه لنا صاحب كتاب الكافي عن حفص بن غياث طبعا يقول في الرواية الأخرى يقول أن الإمام الصادق عليه السلام كان يتلو القرآن في صلاته كان يقرأ القرآن ويتلو القرآن وهو يصلي وهو يصلي فغشي عليه فلما أفاق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سؤل ما الذي أوجب لك هذه الحالة ما هو السبب الذي جعلك أن يغشى عليك في صلاتك ما هو السبب فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما زلت أكرر آيات القرآن الكريمة أنا في الصلاة كنت أكرر آيات القرآن الكريمة حتى بلغت إلى حال كأنني سمعتها مشافهة ممن أنزلها الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل آياته الكريمة فوصل من المقام في الإمام الصادق عليه السلام كأنما يتلقى هذه الآيات المباركة من الله تبارك وتعالى بسبب هذا التكرار فلذلك أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه فعبادة إمامنا الصادق صلوات الله عليه بلغت مبلغا عظيما حتى ورد في روايات كثيرة أن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ما كان حاله يخلو إما أن يكون ساجدا أو قائما أو كان صائما أو ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل حالاته سلام الله عليه في رواية أخرى يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن نفسه بأبي وأمي يقول اجتهدت في العبادة وأنا شاب عندما كنت شاب في شبابي كنت اجتهد في العبادة فقال لي أبي الإمام الباقر سلام الله عليه فقال لي أبي يا بني دون ما أراك أن تصنع بنفسك أو دون ما أراك تصنع يعني هون عليك أنت تجهد نفسك بهذه العبادة ثم يقول فإن الله طبعا الحديث للإمام الباقر راشدا الإمام الصادق سلام الله عليه موجها له فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير يقول أنت لماذا تجتهد بهذا الشيء بهذا الجهد من العبادة الله سبحانه وتعالى يكتفي منك بالمقدار اليسير كذلك ورد أعزائي أن العبادة كما ورد في رواية كثيرة أن بإمكان الإنسان أن يحول جميع أعمال إلى عبادة ليس أنه يتبادر إلى الذهن أن الصلاة والصيام والحج والخمسة فقط هذه الأمور هي أمور عبادية لا بل أن يمكن للإنسان أن يحول جميع حركاته وسكناته ومباحاته وإلى غيرها من الأمور إلى عبادة بل حتى توصلياته الأمور التي لا توجب قصد القربة إلى الله فبإمكانه أن يقصد القربة وتحول تلك الأعمال كلها إلى عبادة وهذا أمر يسير بنية الإنسان أن يفعل ذلك بميسور الإنسان أن يفعل ذلك فلذلك يا إمامنا الصادق صلى الله عليه يقسم العباد إلى أقسام هذه الرواية أيضا أنقلها من كتاب الكافي الإمام الصادق عليه السلام يقسم العباد إلى ثلاثة أقسام لاحظوا أعزائي قال العباد ثلاث قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد هناك صنف من أصناف الناس يعبد الله حتى يتجنب من ناره وحتى يستجير من ناره يقول له إلهي أنا أعبدك خوفا من نارك ولعل هذا الصنف نيته تكون رديئة نيته تكون غير صحيحة ومقبول رغم ذلك مقبول ولكن هناك نية أقوى وأحسن من هذه النية فقوما عبدوا الله تبارك وتعالى خوفا فتلك عبادة العبيد أي خوفا من النار أو رهبا أو خوفا من النار وهذا صنف من الأصناف وهناك قوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب وتلك عبادة الأجراء صنف آخر من الناس يعبد الله تبارك وتعالى عندما تفتح قلبه تراه إنما يعبد حتى يحصل على الأجر حتى يحصل على الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار يعني يريد أجرا يريد مقابل شيء في هذه العبادة التي يقدمها لله تبارك وتعالى وهذا صنف آخر من أصناف البشر بل وهناك صنف أرقى من هذه الأصناف وأعلى من هذه الأصناف فيقول إمامنا الصادق سلام الله عليه وقوم عبدوا الله حبا له شكرا لله أنا أعبد الله لأنني أحب الله تبارك وتعالى فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادات عند الله تبارك وتعالى هذا الصنف الراقي الذي يرجوه إمامنا الصادق سلام الله وسلامه عليه ثم يذكر إمامنا الصادق سلام الله عليه مجموعة آثار للعبادة أحاول أن ألخصها بشيء سريع الأثر الأول من آثار العبادة أعزائي هو غنى القلب إذا توجه الإنسان بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يشعر بالغنى القلبي فكما ورد في الحديث القدسي المنقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في التوراة مكتوب يبن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى لاحظوا ولا أكلك إلى طلبك وعلي أن أسد دفاقتك وأملأ قلبك خوفا مني متى؟ إذا تفرغ الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى وانقطع عن ملهيات الدنيا وانشغل عن الدنيا هذا أمر مهم جدا ثم يقول والحديث القدسي عن الإمام الصادق عليه السلام وإن لا تفرغ لعبادتي إذا لم تتفرغ لعبادتي أملأ قلبك شغلا بالدنيا لاحظوا أعزائي الإنسان الذي لا يفرغ قلبه إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يملأ قلبه بماذا؟ بحب الدنيا ومشاغل الدنيا بالتالي سوف يبتعد عن الله تبارك وتعالى الأثر الأول من آثار العبادة على لسان الإمام الصادق عليه السلام هو غنى القلب والأثر الثاني هو التنعم في الآخرة التنعم بنعم الله تبارك وتعالى يقول إمامنا الصادق عليه السلام في حديث قال الله تبارك وتعالى أيضا حديث قدسي يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة طبعا كما ورد أن غذاء وطعام أهل الجنة هو الذكر والتسبيح والتهليل كما أن طعامنا في هذه الحياة هو الطعام والشراب هذا المتعارف أما طعام أهل الجنة هو التسبيح والذكر لله تبارك وتعالى فنتنعم بعبادة الله فإننا سوف نتنعم بها في الجنة وهذا هو الغذاء الروحي الحقيقي كذلك من آثار التعبد وكذلك من آثار العبادة يقول إن الله يباهي بالعبد ملائكة السماء لاحظوا أخواني عزائي هذا أثر عظيم من آثار العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى غير غنى القلب وغير التعبد بل أن الله يباهي ملائكة السماء بالعبد وكذلك من آثار العبادة النصرة على الشيطان وأخير أثر من آثار العبادة هو أن الله يقول في الحديث القدسي ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب أولا إمام عادل ثم تاجر صادق وثالثا شيخ أفنى عمره في طاعة الله اللهم اجعلنا من المطيعين لك اللهم اجعلنا من المخبتين ولا تجعلنا من العاصين تقبل أعمالنا وارزقنا شفاعة أوليائنا بفضلك ومنك وببركة محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر